قال وإذا حلفت على يمين وتسمها اليمين المنعقيدة وهو أن يحرف بالله بسم الله بسم الأسماء وصفاته على أن لا يفعل الشيء في المستقبل أو على أن يفعل شيء في المستقبل من أقسم على أن يفعل شيء في المستقبل أو أقسم أن يمنع نفسه من أن يفعل شيء فلان في المستقبل فإن هذا ماذا يقال عنها يمين منعقيدة يلزم حينئذ أن يحفظ يمينه فيلتزم لا يفعل ما أقسم أن لا يفعل ويفعل ما أقسم أن يفعل لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى ما هو خير قال فإذا فرأيت قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها كما قد يستعجل الإنسان ويقول والله لن أذهب مكان فلاني أو لن أسافر مع فلان أو لن أكلم فلانا أو لن أعطي فلانا كثير من الناس لكن هذا اليمين بحمد الله من فضل الله عز وجل جعل الله له كفارة فقال فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك وقد يستعجل الإنسان أحيانا فيحلف على أن لا يفعل البر والتقوى والصلة ونحو ذلك بعض الناس قد يؤذى في مجال من المجالات وقال أقسم بالله لن أصلي في مسجد مثلا أو لن أكلم والدي أو لن أصر رحمي والله جل الله يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبر وتتق وتصلح بين الناس لا تجعل يمين عارضا من أن البر والتقوى والإصلاح بين الناس قد يصلح الإنسان بين اثنين فيؤذى ربما يتفق الاثنان على أنت السبب يقول يقول ها أنا دخلت بالخير تفعلون كي هاك قسم بالله لن أصلح بعد اليوم بين اثنين ربنا جل علينا عن ذلك لا تجعل يمين عارضا ومانعا لك من البر والتقوى والإصلاح بين الناس بايمانكم